اشتركوا في القناة طبعا تأتي الصورة في مقدمة المؤثرات لما لها من خصائص الصورة أول شيء سهلة الإدراك سهلة يسهل على الإنسان أن يطلع عليها يعني أكثر أسهل من قضية القراءة مثلا البقاء في الذهن كبير تنطبع سبحان الله انطباعا كذلك الآن يمكن تحكم بها إلكترونيا نقلها ونسخها وإخراجها وإبرازها وإخفاءها وتكبيرها وتصغيرها وتلوينها وتلاعب بها أيضا وتصل كذلك إلى العالم أجمع الآن بهذه الوسائل الجوالات الحديثة وسائل النقل والأقمار الصناعية وطبعا السينما وظهور السينما وصارت الحبكات والخدع السينمائية والعروض المؤثرة وصار عندنا موسيقى تصويرية مع الصور وفيديو كليب وتلعب بالمشاعر وهذه أشياء تثير العواطف وهذه أشياء تثير الأحزان وهذه صور مضحكة وهذه صور مبكية وهذه صور مثيرة للشهوات وهذه صور فتقلب المفاهيم والعقول إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وصف البيان اللفظي بأنه سحر فقال إن من البيان لسحرا وهو كلام يدرك بالسمع الصور الأسهل من الكلام تدرك بالعين كيف سيكون تأثيرها صحيح ولذلك البيان السينمائي الصوري المرئي اليوم الذي صار صناعة على مستوى العالم فيها إمكانات مادية وبشرية هائلة ومؤتمرات الآن تقوم على تأثير الصورة وتبحث فيها وفيه جيوش جرارة من المنتجين وطبعا المصورين والمخرجين وصانعي الصورة ومختاري الصورة العولمة هذه الآن صنيعة صور متبادلة في الوسائط المختلفة صارت الآن الصورة من ثقافة البشر صارت الصورة هي اللغة الأسهل إدراكا والأقوى حجة في الإقناع والإثبات وتغيير العقول صارت في المستويات المختلفة سواء كان ذكر أنثى كبير صغير مثقف عامي القراءة ممكن ما يقرأ إلا المثقف نعم أو ما يفهم الكلام إلا أصحاب عقول مستويات معينة الصورة لا الصورة الآن يعني للجميع والإنسان إذا رأى الشيء غير يختلف تأثيره عما لو سمع عنه فقط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة إن الله عز وجل أخبر موسى بما صنع قومه في العجل فلم يلقي الألواح فلما عاين ما صنعه ورجع موسى إلى قومه ورأى بعينه أنه قد عبدوا العجل غير مع أن خبر الله صادق ومن أصدق من الله يقيل ما عند موسى شك في الموضوع لماذا لم يلقي الألواح أولا بينما لما رأى قومه والصورة أمامه الآن مشهد الحي ألقى الألواح فانكسرت راو أحمد وحديث صحيح الصورة لها تأثير بارغ الآن القضية ليست مشاهد حية فقط الآن نقل المشاهد تصوير المشاهد تخزين المشاهد وإذا كان أنس رضي الله عنه يقول كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عني قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي رواه البخاري إذن فضلت الشيخ تأثيره أيضا أصبح على العبادة يعني اللي يقتصر على وعلى المصلي وإشغال المصلي الصور الألوان الأعلام كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على عبادتي الصورة الآن لوحد قال يعني هي الصورة هذه إيش أنتم تقولون أن هذه الصورة حرام بإطلاق نحن شوف نعرف أن أحاديث لعن الله المصورين كل مصور في النار والأصل في التصوير التحريم لكن الصورة سلاح ذو حدين فقد تستعمل الصورة في أشياء محرمة وكثيرا ما تكون محرمة الآن في هذا الزمان كثيرا ما تكون محرمة يعني تأثير الصورة في شرق قوم نوح أكبر أول شرق حدث في البشرية شرق قوم نوح كان هناك قوم صالحين لما ماتوا جاء الشيطان أوحى إلى أهليهم وأصحابهم أن ينصبوا لهم صورا صوروهم سموها بأسمائهم وفعلوا وججوا إلى الشيطان ما هم استعجل الآن ولا تخطيط على المدى البعيد فأوحى لمن بعدهم أن يعبدوا هذه الصور وعبدت فعلا الصور إذن الصور الآن ممكن تكون صور تعليمية وممكن تكون صور لها حاجة في إثبات الشخصيات وتتبع المجربين وصور تنقل محاضرات مثلا دروس نافعة للأمة لكن الآن الصورة إذا نظرت إليها في الجهة المقابلة وهذا الذي يغفر عنه كثير من الناس تعودوا خلاص استمروا الصور صار الصور شيء طبيعي يعني لا أحد يناقش الموضوع لكن نحن الآن لو ناقشنا أثر الصور شوف يعني مثلا سواء كانت الصور طبعا مجسمة وثلاثية الأبعاد و2D و3D مثلا صور بوذا إيش أثر صور بوذا في انتشار هذه الديانة وبقاء 150 إلى 300 مليون شخص يعظمون صورة بوذا في العالم أصبحت الصور الآن هي التي تحدد للناس ما هو الجميل وما هو القبيح أصبحت الصورة تشكل المعيار الميزان الآن الصورة يعني صادرت القراءة سلبت القراءة هجرت هجر المطبوع من التراث صار قضية القراءة الآن مملة عند الناس بسبب انتشار التصوير اقتحمت الصورة بيوتنا تبدلت أفكارنا يعني تغيرت العقول صارت الآن يعني الصورة هذه لها تأثير ووطأ شديد جدا على النفوس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر